المعهد القومي للبحوث الفلكية أعلن عن حدوث ظاهرة فلكية جديدة نشهدها في سماء القاهرة النهاردة يوم الأربع هيكون الأمر في هذا اليوم عند أبعد مسافة لي من الأرض للمزيد من التفاصيل زملتي جاكلين ماهر من المعهد القومي للبحوث الفلكية جاكلين صباح الخير وقللنا بقى تفاصيل أكثر لديك حول هذه الظاهرة خلود صباح الخير عليك وخليني في الأول أقولك حمد الله على السلام ورمضان كريم عليك وعلى كل أستاذ المشاهدين شكرا جدا بنتحدث دلوقتي من أمام قبة تليسكوب الشمسي في معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بنتحدث عن هذه الظاهرة الفريدة التي ستشهدها سماء القاهرة بدءا من اليوم وهي تتحدث نتحدث عن القمر سيصل إلى أبعد مسافة عن الأرض تفاصيل أكثر عن هذه الظاهرة والأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة ونتائجها أيضا وأهم النصائح من خلال هذا المركز نتحدث عن مع الأستاذة علا علي وهي مساعد باحث علوم فلكية بمعهد البحوث الفلكية دكتور أستاذة برحب بحضرتك طبعا وكل عام وحضرتك بخير هذه الظاهرة هي ظاهرة فريدة هل حدثت وتقررت من قبل أم هذه أول مرة وإلى أي مسافة سيبعد القمر عن الأرض الظاهرة داعت متكررة بشكل شهري الفكرة هي في متوسط بس المسافة ما بين الأرض والقمر القمر بيدور حوالين الأرض في دورة متوسطة حوالي 27 يوم ونص هو بيدور في قطع ناقص أو في شكل بيضاوي زي ما الأغلب الناس عارفين الفكرة إنه هو في أحيان بيكون في أقرب مسافة لي مع الأرض وأحيان أخرى بيكون في أبعد مسافة لي النهاردة هو هيكون إن شاء الله في أبعد مسافة لي بس في المقابل القمر الجديد إن شاء الله اللي هيجي له القمر البدر الشهري إبريل هيكون أحد الأقمار العملاقة لأنه هيكون في تكملة دوران وحوالين الأرض هيوصل لأقرب نقطة بس يمكن العام من ذلك أو الظاهرة اللي هتكون مشاهدة بشكل رائع هتكون يوم 17 إبريل إن شاء الله وهي ظاهرة اقتران القمر وكوكب المريخ في اليوم دوت وتحديدا من حوالي الساعة 7 إلى 3 مساء لتقريبا نص الليل اللي هيحصل إن الأمر هيمر جنوب المريخ بمسافة تقترب من 7 دقائق قوسية ودي مسافة قريبة جدا إن شاء الله هيكون في تصوير هنا في مقر المعهد في حلوان وفي مرصد القطامية الفلكي الفكرة إن الإقتران ده مميز جدا لأن يمكن هنا في مصر هيتشاف على إنه إقتران بس في بلدان أخرى هيحصل احتجاب احتجاب دي حاجة شبيهة بالكسوف والخصوف ولكن ما بين الأجسام الأخرى الموجودة في السماء فاللي هيحصل إن القمر هيحجب تماما كوكب المريخ في بعض دول جنوب أسيا وكذلك في بعض دول وسط أفراقيا لو بنتكلم عن سماء القاهرة يعني الإقتران دوت هيكون شكله إزاي والظاهرية وبتكون إزاي فانت؟ هيلمع طبعا المريخ بيظهر في السماء بشكل دائم بلون يميل إلى البرتقاني قليلا فبالتالي إحنا هنشوف ما يشبه النجمة اللامعة الميلة لللون البرتقاني بجانب القمر وبمسافة قليلة جدا 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 طبعا دي فورصة حلوة لهواة التصوير إنهم يقدروا يصوروا ممكن لو حد معانا الزهارة معظمة أو تليسكوب هيقدر برضو يشوف تفاصيل أكتر للظاهرة دي لو نتكلم عن البعد الأمر للأرض يعني المسافة الطبيعية بتكون مسافتها قد إيه والبعد وصل لغاية فيه هي متوسط المسافة تقريبا أنا أسفل المعلومة تقريبا هو دلوقتي هيوصل لأربع طلاف وشوية كيلو كيلو متر بس أنا مش متأكدة سوريا مش أربع أستاذ علاء طيب لو بنتكلم عن ظهارة هل لها نتائج سلبية هل لها خطورة هل بتنصحوا المواطنين عند نظرهم يعني بيتم النظر إلى السماء بنصائح معينة خلال هذا التوقيت لا خالص النهاردة ظاهرة ما فيش فيها أي تأثير يمكن الظاهرة الأمر بيكون مؤثر أكتر على الأرض لما بيكون في وضع القمر الأملاق زي ما هيحصل في بدر إبريل إن شاء الله لأن بيزيد معدل المد والجزرة عن النسب الاعتيادية يعني مثلا معدل المد بيزيد بحوالي خمسة سنطية عن المعدلات الاعتيادية الأمر بيبدو أنه هو أكبر النهاردة يمكن الأمر لو حد هيقدر يلاحظ فالأمر هيبدو أصغر من المعتاد لأنه أبعد عننا الصورة هتكون ظهرة تحديدا الساعة كامة ومن لغاية الساعة كامة من بعد الغروب إن شاء الله لغاية غروب القمر يعني النهاردة من بعد الغروب يعني إحنا بنتكلم من حوالي الساعة ستة وثلت معنا حوالي ساعتين وثلت بعد الغروب إن شاء الله طب بشكل عام يا أستاذ أعولى لو بنتكلم عن معهد البحوث الفلكية والجيوف الزبقية يعني لو بنتكلم عن مهامه ويأبرز الفعليات خلال شهر إبريل وتحديدا في شهر الرمضان هل هي أدوار مختلفة ومميزة؟ آه طبعا إحنا بخلاف نشاطنا البحسي ففي نشاط لخدمة المجتمع ونشر الثقافة الفلكية إحنا على مدار العام كله ومش في شهر رمضان بس بيكون عندنا أحداث تفاعلية سواء مع الجمهور أو حاجة يعني أنشطة نقوم فيها بعمل بس مباشر لأهم الأحداث زي الخصوف وما إلى ذلك يمكن في شهر إبريل إن شاء الله زي ما قلت لحضرتك في تصوير لظاهرة الإلكتران هتتم يوم 17 إبريل السبت القادم سواء من مقر المعهد أو من مرصد القطمال الفلكي عندنا برضو فكرة القمر العملاق لهواة التصوير أكيد برضو وجوده في أقرب نقطة لي مع الأرض هيكون مناسب إن الناس تصوروا وتاخد صور بتبقى رائعة صراحة في وقت القمر البدري ظاهرة إكتران يعني كوكب المريخ مع القمر هي هتكون في سماء القهرش بشكل مميز وبشكل مختلف تماماً بالضبط بالضبط زي ما قلت لحضرتك هيباني المريخ وهيباني إنه هو مائل لون بورتقاني وهيكون جنبه الأمر والأمر هيكون بسن يعني بعمر خمس أيام فقط فبالتالي مش إضاءته مش هتضغي على إضاءة كوكب المريخ فهنقدر نشوفهم الاثنين جنبه بعض بكل وضوح زي ما قلت لحضرتك من الساعة السبعة اللي تلت إن شاء الله يوم 17 إبريل بعد المغرب حتى منتصف الليل تقريباً شكراً جزيلاً على هذا اللقاء إذن خلود كما تابعنا الأستاذة علا علي وهي مساعد باحث بمعهد البحوث الفلكية مساعد باحث علوم فلكية بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أطلعتنا عن هذه الظاهرة الفريدة لظاهرة القمر وأن يصل القمر لأبعد نقطة في السماء عن الأرض ربما هذه أبرز التفاصيل والكلمة الآن تعود إليك خلود زملتي جاكلين ماهر شكراً لك على هذه التغطية المتميزة كالعادة جاكلين شكراً لك اشتركوا في القناة